مرحبا بكم في قناة لسيانس الحصة درسنا اليوم سيكون حول أدوات التعريف سنبدأ بأدوات التنكير نستعمل أ بالنسبة للمذكر المفرد ماسكولان سنجولي أ أضفنا أ نستعملها بالنسبة للمؤنت المفرد فمينان سنجولي ودي دي أس تستعملوا بالنسبة للجمع المذكر والمؤنت نأخذ أمتلة لنفهم أكثر أول مثال بالنسبة للمفرد المذكر ماسكولان سنجولي كلب اسم نكرة لأنه ليس معرف لم نحدد الكلب الذي نتكلم عنه المثال الثاني بالنسبة للمؤنت المفرد فمينان سنجولي هنا لم نحدد الكلب التي نتكلم عنها قلنا فقط وردت بالنسبة للجمع pluriel هنا أيضا لا نعرف القطة التي نتكلم عنها نأخذ أمتلة أخرى لديهم طفلان ولد وابنت هنا استعملنا أمتلة أخرى لأننا لم نحدد منهم الأطفال فقط قلنا ولد وابنت الجملة الثانية لدي أطفال قديم في غرفة المعيشة الخاصة بي هنا استعملنا أطفال لأننا لم نحدد الأطفال نمر الآن إلى الآغطيق الدفيني أدوات المعرفة نستعمل لأ أو الأبوستخف لتعرف المفرد المذكر مسكولان سنجولي ونستعمل لأ أو الأبوستخف لتعرف المفرد المؤنت فمينان سنجولي وأخيرا لأ لأس لتعرف الجمع المذكر والمؤنت نأخذ مثال لنفهم أكتر الكلب الأبيض هنا استعملنا لتعرف شين وكذلك نعرف الكلب الذي نتكلم عنه لأنه معرف بل قلنا الكلب ليس كلب المثال الثاني المنزل الأصفار هنا مثال بالنسبة للمؤنت المفرد أي فمينان سنجولي وهنا استعملنا لتعرف ميزان فأصبحت لا ميزان هنا نعرف المنزل الذي نتكلم عنه مثال للجمع بلغيال لشا لشا القطط هنا نعرف القطط التي نتكلم عنها لأنها معرفة بل وإذا كانت لأولا متبوعة بي نعرف القطط نعرف القطط نعرف القطط نعرف القطط ميصباحون تصبحوا لنبول نعرف القطط نعرف القطط نعرف القطط نعرف القطط تستعملوا بالنسبة لشخص أو شيء محدد نعرف القطط أصدقاء أحمد ودودون أو لطيفون هنا حددنا على ماذا نتكلم نتكلم عن أصدقاء أحمد وأخيرا تكتب عندما نتكلم عن شيء دقيمة عامة chose a valeur general مثلا جيم la musique classique أحب الموسيقى الكلاسيكية هنا كتبنا la musique ثانيا أميدي جيكوت لغاديو عند الظهر استمع إلى الراديو هنا كتبنا لغاديو نمر الآن إلى الأزارتك الكنتراكتي أدوات معرفة مضغمة بالنسبة للمفرد سنجلي أو إدغام لأ плюс ل ودو إدغام لدو плюс ل أو ودو تستعمل قبل الكلمة التي تبدأ بconson أو أش أسبر نأخذ مثل إذن ماذا قلنا أو هي إدغام لأ плюс ل إنها جملة خاطئة نقول إن كريم أو شوكولة إذن شوكولة تبدأ بسي وهي كريم أو شوكولة كريم أو شوكولة المثال تاني لإنها جملة خاطئة هنا عندنا أش أسبره إذن دو плюс ل تسبحو دو سنقول لإنها جملة خاطئة إذن لإنها جملة خاطئة بالنسبة للجمع بلوريال أو هي إدغام لأ плюс ل ود هي إدغام لدو تكتبوا أو أو د عندما تكونوا الكلمة التي بعدها أو بعدهم بإن كنسون أي حرف ثابت إن ويال حرف إلا أنش موي أو أش أسبره مثلا إنتغت ألي بام هنا بام تبدأ بإن كنسون أي حرف ثابت إذن قلنا أو أو إكس إنها إدغام لأ плюс ل من الأصح أن نقول إنتغت أبت أم كأكت أتوفى لجوه دو لس أمفان إنها جملة خاطئة من الأصح أن نكتوبة لجوه دو أمفان ألعب الأطفال كتب نده لإنها إدغام لدو وكتب دو أمفان تبدأ بإن ويال أي حرف إلا لجوه دو أمفان ملاحظة مهيم جيدا أ-ا-لا و-LA و-A-L 2-A و-2 و-L لا ي دغامان إنها قاعدة عامة نمر الآن إلى أدوات التجزئة والتبعيد لدينا دو 2-L د Loop و-D تستخدم هذه الأدوات أمام الأطعمة المكونات أو المشروبات التي لا يمكنها عدوها او تايين جوز منها مثلا للمفرد المدكر masculin singgulier قبل كنسان او أش aspirي نكتبو دو نوزالون اشتر دو پن, دو سكر و دو لائ هنا لم نحدد كمية الخبز والسكر والحليب بالنسبة للمؤنة المفرد فمنا singgulier نكتبو دولا قبل كلمة تبدأ بي كنسان او أش جوزالون اشتر جوزالون اشتر جوزالون اشتر جوزالون اشتر و تكتبو دو لأ بالنسبة للمؤنة المدكر féminin et masculin قبل كلمة تبدأ بي كنسان او أش مثلا إل نو فو دو لأ أما بالنسبة للمجم pluriel féminin او masculin نكتبو د نووولن دو سرز تستعملوا أيضا لزارتكال partitif عندما نريد تتكلم عن شيء مجرد مثلا إلا دو تالان لديه موهبة نوزاون دو لاشنس نحن محدودون إلا دو دو لديها شوكوك وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك إذا فهمتم الضغط جيدا كذلك الانضمام إلى باج دينا في الفيسبوك لسيانس الحصة وقوب وداعا لمشاكل فرنسية لتعلم فرنسية طبعا وكذلك تفعيل جرس لتصلكم جميع الدروس وجميع الفيديوهات شكرا على المشاهدة إلى اللقاء شكرا